لدينا هنا السؤال المثبت سنقوم هنا باستخدام أداة السؤال أولاً بان ومن ثم مطلوب هو الاسم أو الصفة أول هو الفعل المساعد أجاك هي الغلاجيك زمان الكي لاحقة الغلاجيك زمان ومن ثم سورو الكي لاحقة السؤال أيضاً هنا تكون دائماً م طلبنا تكون دائماً م كما عمشوف بان سان أو بي سيز تأتي بعد الأجاك وقبل اللاحقة الشخصية لا تتصل بأي شيء سابق متما عمشوف ممنوع أنه تتصل بأي شيء سابق فقط الأولار تكون في نهاية الفعل لسهولة اللفظ بان أنا مطلوب أولاً جاك ميوم هل سأكون سعيداً؟ أبسأل بان مطلوب أولاً جاك ميوم سان مطلوب أولاً جاك مصن هل ستكون سعيداً أنت؟ أو مطلوب أولاً جاك مو هل ستكون سعيداً هي أو هو؟ بيز متلو olacak ميز هل سنكونا سعداء سيز متلو olacak مسيز هل سنكونا سعداء انتم سيز متلو olacak مسيز اولار متلو olacaklar مي هل سيكونون هم سعداء من الغائب متل ما عشوف طلاب بن سان أو بيز سيز نقوم باستخدام الم بعد الاجاك وقبل اللاحقة الشخصية نلاحظ ايضا بالبان والبيز نستخدم الحماية هنا قبل اللاحقة الشخصية بسبب ان اللاحقة الشخصية قد بدأت بصوتي وانتهت لحقة السؤال بصوتي ايضا لدينا هنا المثال سيز انتم هفتصنو هفتصنو يعني نهاية الاسبوع هفتصنو تأتي بمعنى السبت او الاحد او يومي السبت والاحد هفتصنو هفتصنو هل ستكونون في البيت هفتصنو يعني في نهاية الاسبوع من انتم سيز هفتصنو 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 Olacak mısınız Sen Gelecekte Gelecekte تأتي بمعنى أنت في المستقبل مهندس Olacak mısın Olacak mısın هل ستكون مهندس في المستقبل من أنت Sen gelecekte مهندس Olacak mısın لدينا أيضا هنا التقييم طلبنا من سيقوم بالإجابة عن هذا السؤال فضل يا ملك Ben baba olacak mıyım نعم ben baba olacak mıyım هل سأكون أبا san baba olacak mısın نعم Oh baba olacak mısın نعم Buz baba olacak mıyım Siz baba olacak mısın Siz baba olacak mısının Onlar baba olacak larmı Siz baba olacak mıyım Nعم ya mâlek و yes Mithl baham shuf طلاب Ben baba olacak mıyım Hâl سأكون أبا San baba olacak mısın Hâl ستكون أنت أبا O baba olacak mıyım Hâl سأكون أبا Biz baba olacak mıyım Hâl سنكون نحن أبا Siz baba olacak mısınız Hâl ستكونون أبا أو أبا من أنتم Ollar baba olacak larmı Hâl سيكونوا هم أبا Mithl baham shuf L'asem Awa sifah هنا L'asem baba ol Hul 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 faalil misağid Olacak mısın Mithl baham shuf Talaabna Hâyı lalacak zaman ekki L'awhaq Huna L'awhaq Tuhun l'awhaq Tuhun l'awhaq بينما هنا الأm والصن والإز والصن Zullar تكون لواحق شخصية لدينا هنا Olumsuz soru Olumsuz soru يعني تأتي بمعنى السؤال المنفي سنقوم هنا باستخدام طلبنا أداة النفي هي الم وأيضا سوف نستخدم الم هي أداة السؤال أولا لدينا BAN SAN O BIS CIS Olar الاسم هو مطلوب الصفة أو الاسم Ol مضيف Ol الفعل المساعد هذا يعني بيكون دائما مثل ما عمشوف بجميع الحالات Ma أداة النفي تأتي بعد Ol أداة نفي Ma El Y هنا تستخدم حماية لمنع التقاء الصوتيين الأجاك لحق الجلاجيك زمان K أيضا الم تكون سوق K مثل ما عمشوف طلاب دائما يجب أن لا تكون متصلة بأي شيء سابق B BAN و BIS نستخدم هنا Y حماية قبل الأم وقبل الأز لمنع التقاء الصوتيين أيضا الشخص K أو K K لواحق الشخصية تكون هنا أم أو SAN حسب الثان الأم حسب البان الأز حسب البيز سبن حسب السيز اللار حسب القول بان سأكون سعيدا أو هل لن أكون سعيدا يعني أنا بستطيع أن أستخدم القلوم صوره مع القلوم صوره بنفس الوقت هل سأكون سعيدا إلا ما رح أكون سعيد بان مطلو أول مياجاك ميام يعني هنا أتت بمعنى هل لن أكون سعيدا سان مطلو أول مياجاك مصن هل لن تكون سعيدا أنت أو هي مطلو أول مياجاك مياجاك هل لن تكون سعيدا هي أو هو بيز مطلو أول مياجاك ميز هل لن نكون سعيدا سيز مطلو أول مياجاك مصن هل لن تكون سعيدا أنتم أولار مطلو أول مياجاك لارمو هل لن يكونوا سعداء هم متبع مشوف طلاب أستطيع أن أقول يعني بنفس الوقت أستخدم بان مطلو أولاجاك ميهم يقصى أول مياجاك ميهم يعني هل سأكونوا سعيدا أو هل لن أكون سعيدا لدينا هنا بعض الأمثلة إكي هافتة إكي هافتة سرعة يعني بعد أسبوعين بابا أولاجاهم أو أولاجاهم يعني سأكونوا أبا بعد يومين إكي أو بعد أسبوعين إكي هافتة تأتي بمعنى بعد أسبوعين سرعة تأتي بمعنى بعد بابا أولاجاهم يعني سأكونوا أبا بعد أسبوعين النم تأتي بمعنى بنم النم هنا المي تكون إيليك عائدة على من؟ على البنين يعني أمي سأت ألتظى في الساعة السادسة أبدأ أولا جاك ستكون في البيت أبدأ تأتي بمعنى في البيت الساعة السادسة علي سنيا أميك لي أولا جاك علي لن يكون متقاعدا السنة المقبلة هنا سنيا تأتي بمعنى السنة المقبلة هافتا يأتي بمعنى السنة المقبلة يارن غدا اشتا أولا جاك مصن هل ستكون أنت اشتا في الامل يارن غدا يارن اشتا أولا جاك مصن أولا جاك مصن فاتما هافتا يأتي بمعنى للإسبوع المقبل إسطنبولة أولا جاك مصن هل لن تكون في إسطنبول الإسبوع المقبل من هي فاتما فاتما هافتا يأتي بمعنى أولما جاك مصن عائشة هانمان قز عائشة هانمان قز يعني ابنت السيدة عائشة مهندس أولا جاك مهندس أولا جاك ستكون مهندسة لدينا أيضا هنا التقييم طلابنا بشرة بسام سوف نستخدم النفي والسؤال يعني علمسوز السورة السؤال المنفي كيف أقول تفضلي باما باما أبما أوبا 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 نعم أقول نعم هل لن تكونوا أباء نعم أقول مثل ما نشوف طلاب استخدام الما هي أداة النفي بعد الأول ونستخدم هنا الما كأداة سؤال إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة بأمان الله طلابنا السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر